أشهد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة مازن أبو الحسن بدور دولة الكويت في تعزيز وتنسيق برامج الإغاثة والمساعدات الإنسانية ومواجهة الأزمات والكوارث وتلبية نداءات الاستغاثة التي حظيت بثقة الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية وأعرب أبو الحسن في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية كونة عقب لقائه رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي الدكتور هلال الساير أعرب عن بالغ تقديره للدور الإنساني للجمعية في تحسين الحياة وصون الكرامة الإنسانية في العالم وإسهاماتها الكبيرة بمجال العمل الإنساني في كل أنحاء العالم يترقب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قيمته مع رئيس الأمريكي جو بايدن استعادة الاتصالات الشخصية وإقامة حوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وقال الرئيس الروسي في مقابلة مع برنامج موسكو الكراملين من المقرر استعادة اتصالاتنا الشخصية وعلاقاتنا وإقامة حوار مباشر وخلق أليات فعالة للتعاون في تلك المجالات التي تمثل المصالح المشتركة